رجل كبير في السن وابنه الدكتور في علم الفلسفة كانوا جالسون ذات يوم على مائدة الغداء فسأل الرجل الكبير ابنه أنت دكتور فيه ماذا؟ هل أنت تعالج الناس؟ فقال الابن لا يا والدي أنا دكتور في علم الفلسفة فقال الاب وماذا تعني الفلسفة؟ فرد الابن الآن يوجد أمامنا صحن من الأرز وفوق الأرز دجاجة أليس هذا صحيحا يا أبي؟ فأجابه والده نعم فقال الابن أستطيع بعلم الفلسفة إقناعك بأن الموجود على الأرز دجاجتان وليست دجاجة فقال الاب ما شاء الله أنا اقتنات منها لا ومد الأب يده وأخذ الدجاجة الموجودة ووضعها أمامه وقال لابنه خلاص أنا أكل هاي الدجاجة وأنت كل دجاجة تانية إذا لقيتها وخلي الفلسفة تنفعك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة